موسيقى صباح الخير أجرت تركيا اختبارا جويا لسوريا وأجبرت طائرة سورية على الهبوط في أنقرة واللافت أن مقاتلتين حربيتين تركيتين قامتا بهذه الخطوة ضد طائرة مدنية وأن تصريحات المسؤولين الأتراك كانت أسرع من الجو وأطلقت قبل الهبوط إذ قال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إن حمولة الطائرة لا تتلاءم مع قواعد طيران المدني ولاحقا انتشرت معلومات عن سلاح كان على متن الطائرة سياسيا وصل المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى جدة في أول محطة له ضمن جولته الجديدة في المنطقة وفي انعكاسات الأزمة السورية على لبنان قال رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إن الوضع في سوريا يقلقني ولا أرى أن الأزمة منتهية في وقت قريب بحليا رحلت السلسلة أسبوعا جديدا بعدما أزهر ربيعها ثورة على الطرق الرئاسية من السرايا إلى بعبدة ورفعت هيئة التنصيق أعلى ما في حنجرتها مطلقة إشارة الإنذار بأن لا تمولوا عجز الموازنة على حسابنا ثم تخلفون بوعدكم معنا وزير العمل سليم جريصات يحتوى الأزمة عند منتصف طريق مجلس الوزراء وضجيش التظاهرات لكنه رأى أن توقيط الاعتصام كان في غير الأزمنات المطلوبة قرقعة السلسلة لم تربك مجلس الوزراء الذي افتتح جلسته بتعينات من وزن الخلافات المزمنة وفي الدقائق الأول من الجلسة طرح وزير العدل شاكيب قردباوي من خارج جدول الأعمال اسم القاضي حاتم ماضي نائبا عاما تمييزيا والقاضي جون فهد رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وإلى هذين الاسمين سالة كرم التعينات في الأجهزة الرقبية تحرير ملف التعينات القضائية من أسر الأبو براهيميين السياسيين جاء بعد أشهر من الفراغ على رأس السلطات القضائية وما كان الإفراج عن هذه الأسماء ليتم من دون تقديم الأضاحي التي حيجت أسماء لها الأقدمية في السلك ولولا إرضاء المعترضين الأساسيين بغنيمة في إدارة غنيمة النفط الواعدة لكن توافق السياسيين جاء هذه المرة لينصف قضاطا في آخر الخدمة بينهم حاتم ماضي الذي يعول عليه في تسعة أشهر أن يمحو مساوئ الآخرين على الطبقة الرابعة من قصر العدل وإلى القضاء الدولي حيث علمت الجديد أن رئيس المحكمة الخاصة بربنان ديفيد باراكواناث قدم أخيرا قرارا اتهاميا جديدا له طابع سري وأرفق بطلب تعليل تقديم هذا القرار واستنادا إلى مضمونه فأنه لا يحتوي على أسماء جديدة ولا على محاور وسيرد قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسن على هذا القرار علنيا وتقول مصادر الجديد أن المحاكمات العلانية العام المقبل سوف ترجع بسبب اعتراض هيئة الدفاع على عدم تعاون القضاء اللبناني لاستكمال التحقيقات وقد أرسلت المحكمة الدولية كتابا إلى القضاء اللبناني تطلب منه إداعها أسباب عدم التعاون وبموجب الإجراءات فإن لدى لبنان عشرة أيام للرد وشرح المعاويقات التي منعته من تسهيل مهمة فريق الدفاع حزب الله المعني ضمنا بعدم التعاون أصبحت أهدافه في السماء وعلى طائرة الاستطلاع التي اخترقت إسرائيل قبل أيام يطل الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله في كلمة عبر المنار حددت عنوينها بالطائرة أولا ثم بالعنوين المستجدة الطائرات الحربية التركية تجبر طائرة ركاب سورية قادمة من موسكو على الهبوط لإخضاعها للتفتيش بعد الشبه في وجود أسلحة على متنها والأعلام التركية يؤكد أن الأجهزة الأمنية التركية عثرت على أجزاء من أنظمة صواريخ في الطائرة أعلنت تركيا مساء أن مقاتلاتها أجبرت طائرة ركاب سورية قادمة من موسكو على الهبوط في أنقرة معتبرة أنها اشتبهت في وجود أسلحة على متن الطائرة السورية فأجبرتها على الهبوط أما في الميدان السوري فمرة جديدة تعود معرة النعمان إلى واجهة الحدث في سوريا وهي المدينة الاستراتيجية التي تمر بها كل تعزيزات النظام في طريقها إلى حلب وتحرك الجيش السوري لتعزيز مواقعه قرب المدينة في ريف إدلب بحيث أكدت المعارضة المسلحة أنها سيطرت على ثلاثة حواجز عسكرية قرب معسكر وادي الضيف في المنطقة كما تمكنت من السيطرة على المركز الثقافي لواء عدن السوري الله قزيف تهاون على معسكر الحامدية وفي المعلومات الرسمية أعلنت تلفزيون السوري أن الجيش السوري قام بسلسلة عمليات في أحياء مدينة حلب وتمكن من قتل من وصفهم بالإرهابيين والمرتزقة كما أعلن السيطرة الكاملة على حي الخالدية في حمص إعلاميا نعت الإخبارية السورية المصور أحمد الأشرم العامل في مكتبها في دير الزور وأفادت وكالة سانا أن الأشرم قتل برصاص إرهابيين في دير الزور الداخل لم يكن أهدأ من الحدود وتحديدا التركية منها التي لا تزال تشهد توترات وقصفا متبادلا بين الجانبين وحده العاصبات الأرض السالكة والآمنة الوحيدة بين الحدودين ليلقل عبرها السوريون جراحهم من داخل أراضيهم نحو تركيا العلاقات السورية التركية تتدهور رسائل متبادلة قصفا والميدان السوري توزعه النظام والمعارضة المسلحة تحقيق للزميلة يمنا فواز من عالم السياسة إلى عالم العسكر وبعد تراكمات عمرها من عمر الأزمة السورية انتقلت على ما يبدو لعبة الرسائل المتبادلة بين تركيا وسوريا فالقصف والقصف المضاد عند المراكز الحدودية المشتركة بين البلدين تحول إلى خبر شبه يومي في وسائل الإعلام وذلك وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بشأن أسباب هذا التوتر المفاجئ أنقرة مصممة على أن كل ما تقوم به هو رد عسكري مشروع على القدائف التي تطلق عليها من المقلب الآخر للحدود أما النظام السوري فينفي قيامه بأي عملية من هذا النوع داعيا جارته اللدودة إلى البحث في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية على النيران تكون نيرانا صديقة هذا النوع القملة هي قذيفة للمدفع عيار 122 مليمتر وهذا المدفع متوفر بمعظم جيوش العالم ما فيه الجيش اللبناني والجيش السوري وحتى في بعض المليشيات والمنظمات عندها مثل مدفع متوفر وشائع ومعروف ونوع القذيفة كمان معروف يعني ممكن يكون للجيش السوري ممكن يكون حدا أخده من الجيش السوري يخده شيء مدفع لأنه من صعب المعطيات على الأرض هلأ شو بتقول بتقول أنه فيه تصعيد على الحدود لأنه ساير عملية قصف وقصف متبادل إنما هذا التصعيد لن يؤدي إلى دخول تركي عسكري واسع النطاق بالأراضي السورية ليش؟ لأن الأتراك ما بيفوتوا بهالعملية إلا إذا فيه قرار إلا إذا فيه عنده غطاء من الشرعي الدولي هذا موقف واتح في لمحة سريعة على المناطق السورية الواقعة على الحدود مع تركيا يتبين توزع النفوذ بين المعارضة والنظام ففي إدلب مثلا يسيطر الجيش السوري الحر على المدينة سيطرة شبه كاملة فيما يسيطر على المفاصل الرئيسة في ريف حلب أما حلب فما زالت تشهد حتى اليوم معارك شرسة وتتوزع السيطرة العسكرية فيها بين الطرفي الصراع أما في محافظة الحسك فيعد الوضع أكثر خصوصية إذ لم تحدث فيها أي معارك وهناك يستفيد النظام من عداوة سكانها الأكراد التاريخية لأنقرة لاستعمالها كورقة ضغط على تركيا علما أن النظام يسيطر سيطرة كاملة على محافظة الرقة التي يقول الأتراك إن القذائف تنطلق منها وتحديدا منطقة تل الأبيض المقابلة لمنطقة أخجكالة تركية الموقف التركي واضح جدا وهو أنه الشعب السوري هو اللي يمسك بزمام أموره وهو ليعين خارط الطريق وما في أي تحركات عدائية من قبل الجانب التركي ضد الأراضي السورية حاليا الموضوع وما فيه أنه هنا تراد على مصادر النيران بالمثل ومع أن احتمالات قيام حرب واسعة النطاق بين أنقرة ودمشق ما زالت في نظر الكثيرين مسألة مستبعدة فإن بعض المواقع العسكرية المتخصصة عرضت دراسات غير رسمية تظهر بوضوح ميل ميزان القوة العسكرية إلى صالح الأتراك وفيما يلي أبرز أرقام هذا الجدول الجيش السوري 325 ألف عنصر في الجيش الجيش التركي 400 ألف عنصر في الجيش 100 ألف عنصر احتياطي للجيش السوري 397 ألف عنصر احتياطي للجيش التركي 4950 دبابة 3570 دبابة 71 مروحية هجومية في مقابل 874 مروحية هجومية 550 طائرة مقاتلة 798 طائرة مقاتلة الجيش السوري يملك 8000 صاروخ بينما يملك الجيش التركي 41100 صاروخ رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أكد في حديث لمحطة أن بي أن أنه لا يوافق على تمديد ولايته وأن كل السلاح يستعمل في الداخل يجب نزعه السؤال كان عن السلاح المنتشر في الداخل هذا يشكل خطر على لبنان أم لا وتعقيبا على السؤال أنه عن سلاح السلفيين وسلاح حزب الله والمقاومة يعني اللي يسأل لا يعرف الوضع يسأل عن هالأمور مع بعضها الجواب كان هو فصل موضوع السلاح المقاومة اللي عم نوضع له استراتيجية دفاعية اللي نستعمله للدفاع عن لبنان طبعا لدعم الجيش اللبناني للدفاع عن لبنان فقط وطبعا بدنا نتفق على الألية للقرار باستعمال هذا السلاح في حيني أما السلاح المنتشر فهو بند مستقل بهائة الحوار طبعا يجب نزعه وكل السلاح يستعمل في الداخل يصبح سلاح سلاح يجب نزعه هل هذا التصور فخامة الرئيس تصورك للإستراتيجية الدفاعية أربك الأفريقاء أو بطريقة تانية لم يرضيه نزع السلاح الدخل ما له علاقة بالإستراتيجية طبعا نحب أحكي عن التصور تبه هيئة الحوار أول بند الإستراتيجية سلاح للدفاع تاني بند سلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخله تالت بند السلاح المنتشر في الداخل في المدن والقرى هذا اللي أنت أنت تسأل عنه ما له علاقة بالإستراتيجية سؤال أنت تسأل إستراتيجية أربكة الفرقاء ما لازم لأنه نحن من 2006 عم نقول بدنا نعمل استراتيجية دفاعية لنحمي لبنان وأنا مقتنع ويمكن تعرف من أول يوم قلت أنه ظروف الاحتلال وظروف عدم حياسة الجيش على ما يمكنه من الدفاع أو التصدي للاعتلاءات الإسرائيلية أوجب نشوء المقاومة مش هيكلت أنا هذا بعض الكلام زيته ما تغير منه ولا حرف هذا اللي نحط بالتصور تقريبا بهذا الشكل أعين مجلس الوزراء القاضي جون فهد رئيسا لمجلس القضاء الأعلى والقاضي حاتم ماضي مدعيا عاما تمييزيا وذلك في جلسة المجلس العادية التي عقدت في قصر بعبدة لبحث جدول أعمال من 72 بند إضافة إلى بند التعينات الذي طرح من خارج الجدول وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جرى خلالها عرض المستجدات وستخص جلسة الحكومة الأربعاء المقبل للبحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب وتسريع تمويلها خطوة تحذيرية أخرى لهيئة التنسيق النقبية على طريق التحركات حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب ودع المعلم إنما اسكنه السمى وأضف إلى نص الوزير عبارة كان المعلم للرئيس معلمة من وزارة التربية في الإونسكو انطلقت تظاهرة ترفع مطالب ثلثي الشعب اللبناني بحتمية إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي وتأمين تمويلها اليوم قبل الغد وإلى السرايا الحكومية وصلت الحشود من القطاع العام والتعليم الرسمي والخاص والمتعاقدين وكل من يطاوله إقرار السلسلة لا تهولوا بعز الخزينة يا أرباب العمل أنتم من خلقت كل هذه المشاكل فكفى مماطلة وتأخير وكلفتها لا تتعدل 1500 مليار ليرا لبنانية بعد 16 سنة هي أقل هي أقل مما تدفعه الخزينة سنويا لعز الكهرباء ومن يؤخر السلسلة هو الذي يتحمل المسؤولية عن تسعيد التحرك إضرابات واعتصامات وتزاهرات مفتوحة هو الذي يتحمل المسؤولية هو الذي بعمله هذا سوف يؤدي إلى شلال القطاع العام أنه بعد 13 شهر يا دولة الرئيس ما بقى فيك تحكي بالنفقات والواردات بعد 13 شهر ما بقى فيك تحكي بالتوازن المالي بعد 13 شهر وبعد ما هيئة التنسيق النقابي نفذت كل الوعود اللي قطعتها على حالها تراجعنا على المقاطعة صححنا بلاشنا عام دراسي جي طبيعي وانت يا دولة الرئيس ما وفاك بي ولا وعد من الوعود اللي قطعتها على هيئة التنسيق النقابي فإننا نطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها والحفاظ على مصداقيتها واحترام قراراتها والإيفاء بتعهداتها واتفاقاتها مع هيئة التنسيق النقابية وبعد إدخال التعديلات المطلوبة لتشمل الأجراء الدائمين وكافة العاملين في الإدارات العامة ودون فرض ضرائب جديدة على زوية الدخل المحدود فمع شكرنا دي تهيى مصابر إلتاتها وصدنا رح نطلع فكفة مماصلة وتخير وكلفة دهالة تتعدى لألف وخمشين ومعلمين المتقاعدين جوراً وظلماً ومن جونحاً مشكلتي إنه معاشاتنا معانسين بالمليون وثلاثمائة ألف حاند فيه 16 سنين معاشه مليون وثلاثمائة ألف معقول يعني لأنه نحن وزير شمالنا وزير معنا وزيرنا معنا بس بدنا يكون معنا بألف الجلس سمع صوته الهيئة قالت كلمتها ووعدت بأن الآتية أعظم وسواء أوصلت الرسالة إلى الأذان أم لم تصل فأن للحكومة عيوناً إلكترونية رصدت المشهد الوظيف مش عيب بس الراتب معيب رشال كرم قناة الجديد وزير العمل سليم جريساتي علق على تحركات هيئة التنصيق النقبية مشيراً إلى أن مطالبها كانت تنحصر في غلاء المعيشة وأن الحكومة ارتأت بأن تقوم بخطوة أكبر بزيادة الأجور وأضاف جريساتي أن توقيت الاعتصام والتظاهر في غير الأزمنة المطلوبة كرئيس لجد حوار مستدام وهذا الخطاب العالي لا يروقني ولا يروق حكومتي ولكن الحكومة من نصم ودولة رئيس المجلس الوزراء منه كمين أصم وفي خامة رئيس عندما يترأس ألاجلسيات مع الوزراء وإلى آخره طبيعي كل الناس متى تستمع للهواجس استمعنا للهواجس هذا ما بيعني أنه أخذنا بكل الهواجس نحن نفهم أنه للسلسل التي وضعنا السلسل الكريمي التي وضعنا تداعيات على الوضع الاقتصادي العام قد تكون هناك تداعيات يسمح الله على سياسة تسبيت سعر صرف الليرة اللبنانية إذن تريسنا مش عن طريق إعادة النظر بالسلسلة تريسنا في اختيار الإيرادات التي من شأنها ليس فقط عدم إثقال كاهل المواطنين بل أيضا عدم إيجاد شرخ في اقتصادنا في هذه الأزمنا الصعبة أو يسمح الله ما يتهدد المالي العامي وسياسة تسبيت سعر صرف الليرة اللبنانية كما قلت يلتقي الأساتذة المتعقدون في الجامعة اللبنانية عند الرابعة من عصر اليوم رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ممثلين بأربعة منهم ويأتي هذا الموعد بعد اعتصام نفذه الأساتذة على طريق القصر الجمهوري للمطالبة بإقرار ملف التفرغ في الجامعة خمس سنوات وملف التفرغ دمل أكتافنا أتعب عائلاتنا أقلق حياتنا أخرجنا إلى الشوارع تعليق دروس واعتصامات ومراجعات ونحن لسنا دعاة إضرابات ولا تحركات بل دعاة علم ومعرفة وبناة وطن نناشد الحكومة مجتمعة بقوة الحق لا بحق القوة إقرار ملف التفرغ اليوم قبل الغد فلم نعد نحتمل أي انتظار للوعود والتطمينات يعلن الأساتذة المتعقدون في جامعة لبنانية أنه في حال عدم إقرار التفرغ سوف يستمرون في تحركاتهم التصعيدية موظفة في شركة طيران الشرق الأوسط تتصرف بطريقة عنصرية إزاء عمال أجانب في مطار بيروت الدولي القضية تتفاعل فماذا عن آخر تطوراتها؟ تقرير للزميل رامي الأمين بمثل هذا الصوت الذي يدعو المسافرين للتوجه إلى بوابات الطائرات باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية قامت موظفة من شركة ميدل إيست نهار السبت الماضي بالطلب بالإنجليزية من فلبينيين وفلبينيات ونيباليين ونيباليات على باب طائرة طيران العربية المتوجهة إلى الشارقة السكوتة والتوقف عن الكلام من دون غيرهم من الرعاية في المطار كان عبد شاهين موجودا وشاهدا على الحادث قبل أن تقله الطائرة إلى الإمارات العربية المتحدة قلت لي ماذا تفعله؟ أنت بكرة تقتمي على فيزا على فرانسا في السفكلي الفيلة ويقع في الصفرة الفيزا ويقول لك اللبانيز لا تتحدث ماذا تفعله؟ ماذا تحسي؟ قامتها وقالتها 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 براسة أنه مهتم لكنها ليس غير العالم أرجعت مرة أخرى قالتها حظهم سيئة وأن هذه الأشياء فردها لا يمكننا أن تحمل شيء بينما يحدث يعني كل يوم بحضر على الربورتاجات عن شو عم يعملوا بالبحورة بالعمل الأجانب شو عم يعملهم شو عم يعملهم ما فيك تحمل هذه الأشياء كلها فكيف إذا كنت واقف وتشوف شيء غلط وتسكت عنه معناتها عم تتقبلوا له شيء غلط القضية تفاعلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قرر عبد أن يذهب حتى النهاية في محاسبة أصحاب السلوك العنصري وطالب شركة طيران الشرق الأوسط بإجراءات فورية وباعتذار علني استجابت الشركة وأعلنت عن إجراء تحقيقات ثم أعلنت في بيان آخر معاقبتها اثنين من موظفيها في اعتراف صريح بالخطأ لكن ذلك لا يكفي المجتمع المدني يقف إلى جانب عبد وقضيته المحقة حركة مناهضة العنصرية في لبنان ستتحرك قانونياً في القضية لكن القوانين اللبنانية لا تساعدوا في هذا المجل كنا نحن بصراحة ناطرين أنه يصير عنا دليل نقدر نعمل هذا الشيء بلا دليل ما فينا نعمل شيء بس هلأ بما أنه الميدل إيست يعني اعترفوا بالمشكلة اللي صارت وهنا عم يتخذوا الأجراءات وبيخد يعني هيدا التشانس تقول أنه نحن كتير بعدنا لها بدنا نطالب نعرف شو هنه هول الأجراءات بدنا نعرف نتأكد إذا هيدا الموظفة فعلا انطردت أو لا نحن بنعتبر أنه الموف اللي عملتها الميدل إيست بالستيتمنت الأخير اللي عملتها هي طبعا أنه موف إيجابية بس القصة ما بتخلص هون لأن نحن بنشوف القضية نظرتان نظرة أنه اللي صار هلأ بالمطار الأحد بسبع أكتوبر ونظرة تانية هو المشكلة العنصرية اللي كتير إلى زمان بلبنان مش بس ما خلقت من وقت أصير بدنا هيدا المشكلة اللي هي أكبر أنه نقدر نواجهها اتصلنا بالميدل إيست من دون أن نحصل على تجاوب لكن المعلومات التي تسربت إلى وكالات الأنباء تؤكد طرد الشركة للموظفة التي تعاملت بعنصرية مع العمال الأجانب لكن هذه المعلومات تحتاج إلى تأكدات رسمية من الشركة أهلا بكم من جديد استجوب قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة الوزيرة والنائبة السابق من شال اسميحة المقوف بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان جلسة الاستجواب خصصات لمعرفة تفاصيل الاتصالات التي تمت بين اسميحة ومستشارة الرئيس السوري بوثينة شعبان في الأيام التي سبقت وأعقبت عملية النقل خصوصا وأن بعض هذه الاتصالات تظهر بوضوح معرفة شعبان بالأمر وبحسب العلومات المتوافرة فإن الاستجواب ركز على محاولة التأكد مما إذا كانت شعبان شاركت في التخطيط للعملية وتحريض اسميحة على تنفيذها أو أن المسألة لا تتعدى معرفتها بها هذا ورفع أبو غيدة محضر الاستجواب إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سكر سكر بعد وضع ملاحظاته وذلك كي يصار إلى القيام بالمقتضى القانوني قيادة الجيش ردت في بيان على تهمها بالتفريط في حقوق عمال أجانب في الأشرفية وضربهم وقالت أن اعتقال بعضهم جرى بناء على شكاوى أهل المنطقة أعلنت مديرية التوجيه في بيان صادر عنها أنه بعدما تكثرت شكاوى المواطنين في منطقة الأشرفية محلة لجعيتاوي بسبب ممارسات عمال أجانب من جنسيات مختلفة وتعديهم على المرة وقيامهم بأعمال سرقة وأفعال مخلة بالأداب العامة عمدت دورية تابعة لمديرية المخابرات ليل الأحد الاثنين معززة بقوة عسكرية بدهم أماكن سكنهم وقد فجأت القوة العسكرية بمقاومة هؤلاء العمال ومواجهتهم بعنف للعناصر المولجة التدقيق في إجازات عملهم وهوياتهم وقد حصل جراء ذلك أعمال ضرب وتدافع بالقوة ثم ألقي القبض على أحد عشر عاملا من جنسيات مختلفة وتمت إحالتهم على التحقيق قيادة الجيش أسفت لتشويه عملها في ضبط الأمن في المناطق الآهلة وجاء في البيان أنه إذ تأسف القيادة لأي عمل أمني قد يطول بعض الأبرياء من العمال إلا أنها ترفض التطاول على المؤسسة تحت غطاء حقوق العمال الأجانب لأن حقوقهم يجب أن لا تكون على حساب المواطنين والمواطنات الذين طالتهم التحرشات وهي تدعو المؤسسات الإنسانية ووسائل الإعلام إلى تقص الحقائق برمتها والاتصال بقيادة الجيش لتوضيح ما يمكن أن يكون قد التبس عليها بدلا من إثارة الرأي العام والالتفات إلى الممارسات الشاذة التي تشهدها المناطق السكنية عشية تنعقاد جلسة اللجنة النيابية اليوم لتشكيل لجنة الاتصال بشأن قانون الانتخاب علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما نشر عن تبنيه إلى جانب رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مشروع لجنة فؤاد بطرس ليكون حلا وسطا بين النظامين النسبي والأكثري مؤكدا للأخبار أن الموضوع لا أساس له من الصحة طه قانون الانتخاب على سائر المواضيع الأخرى في لقاء الأربعاء النيابي فنقل النواب عن الرئيس نبيه بري تشديده على وجوب عدم هدر الوقت لافتا إلى أن هناك من يسعى لاستهلاكه لتأخير بط هذا القانون وأكد بري في هذا المجال تأليف اللجنة المصغرة الخميس في جلسة اللجان المشتركة لافتا أيضا إلى أن هذه اللجنة ليست لها صفة تقريرية وأن مهمتها تدخل في إطار التشريع والتواصل والقرارات فيها هي بالتوافق أو بالإجماع وأكد بري أن الاتصالات مستمرة لمقاربة موضوع قانون الانتخاب نافيا أن تكون هناك صيغة محددة مطروحة في هذه الاتصالات حتى الآن وقال إن ما ورد في بعض الصحف في هذا المجال غير صحيح وفي نشاطه استقبل بري النائب السابق فريد هيكل الخاسن الذي أكد مجددا أن قانون الستين مرفوض من الجميع وتحديدا من المسيحيين لأنه يحدث خللا كبيرا في التمثيل المسيحي ثم استقبل بري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين نقابة المحامين في الشمال تكرم الرئيس عمر كرامي وتقالده وسام المحامي وشهادة التقدير رأى الرئيس عمر كرامي أن القضاء اللبناني ليس بخير والوسطات تفعل فعلها كلام كرامي جاء خلال تكريمه من قبل نقابة المحامين في الشمال أقيم في دارته لمناسبة يوم المحامي وقد منح نقيب المحامين بسام الدائي رئيس عمر كرامي وسام المحامي وشهادة تقدير للدور الكبير الذي لعبه منذ انتسابه إلى نقابة المحامين اليوم هو يوم المحامي ومن هذا المنطلق رأى الجميع أن نكرم أنفسنا لأن نقوم بزيارة هذا البيت الكبير وهذا الرجل الكبير لنقلده وسام المحامي وأيضا شهادة تقدير لما بذله في حقل المحامات بل حقل المحامات الذي دافع فيها عن المظلومين عن المقهورين وقد استمر في ذلك في حياته العامة والسياسية الأمر الذي نعتز به ونعتز بوطنياته بدوره رحب كرامي بزملائه المحامين شاكرا لهم هذه البادرة طولة الرئيس على همشهد التكليم مبروك بس برأيك القضاء اللبناني اليوم بخير والله أنا الآن بدي أحكي كسياسي ما كمحامي لا مع الأسف لا يعني نحن الأول ما مارسنا المحامات شعرنا بالفعل بأن القاضي كان لا يتردد في الاختلاط بنا كمحامين وفي حضور مناسبات اجتماعية خاصة ولكن عندما يكون على القوف وعندما يستلم الملف وعندما يصدر الحكم كان لا يتأثر بأي شيء إلا بضميره وعم نشوف أن الوسطات عم تفعل فعله لا لا قضاء منه سليم ونتمنى يعني أنه هالوزراء العدل اللي عم يجوه عم يجوه محامين محامين كبار أنه نحزمه أمره وشدشته البراغي حتى يرجع القاضي إلى ما نعرفه في لبنان وأمل كرامي أن يسلم لبنان مما يجري في سوريا لأنه أخذ قصته من العلا مأساة عائلة الخطيب يمر عليها الزمن وأحد أفرادها يناشد المعنيين سنة 1996 تعرضت عائلته لانفجار مأسوي أدى إلى مقتل ثلاثة من أفرادها وجرح ثلاثة آخرين ومن بعدها قتل شقيقه محمود في سوق الخضار في مخيم عين الحلوة إنه عبدالله الخطيب الذي جاء إلى قناة الجديد حاملا لافتة كتب عليها ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سنة 1996 تعرضنا لانفجار مأساوي على أيدي عائلة آل المقدح يتزعمهم عبد المقدح أبو بسام الذي محمي من الأجهزة الأمنية والسياسية لعدة مرات لجأنا للأجهزة الأمنية والسياسية وللمسؤولين في منطقة صيدة ومنطقة بيروت من قائد منطقة والكل ما حدا عن بجيب لو أني أنا إنسان مطلوب للعدالة بأي جرم قضاء بسيط لكانت كل الأجهزة الأمنية الدورة عليه لتعتقلني فإنسان زي هذا عليه جريمة أتل حكم قضائي بالإعدام يأهل القضاء هذا القضاء المنصف لإلنا بكفينا مأساة بظل يزور الأجهزة الأمنية والسلطة السياسية وبيطلع على التلفزيون وعلى الإعلام بكل تبجح وقد ناشد عبدالله الخطيب الرؤساء الثلاثة إيجاد حل للظلم اللاحق بهذه العائلة نائب رئيسي مؤسسة الوريد بن طلال الإنسانية ترعى حفل تخرج طلاب مدرسة الليسي ناسيونال بشامون شويفات رعت الوزيرة ليلة صلح أحميدي حفل تخرج طلاب المرحلتين النهائية والمتوسطة لمدرسة الليسي ناسيونال في منطقة بشامون بحضور مدير المدرسة هيثم فؤاد ذبيان هل أعرف بك وأنت أشهر من الشهرة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء رودة من رياض أنت في زمن القحت العربي وصلح في عصر التفرقة والصراع وحمد وشكر في أيام الجهود والضلال تختصر الطوائف في طائفة واحدة هي طائفة المحبة والخير سعيدي جداً اليوم أني أنا وافة عم بختم ببشامون وهيدي بند بندة استغلابية عزيزة عقل كل وطني بزيت على آل صبر حماتي وأنا منهم أيها الحضور الكريم أردنا لبناننا منارة فجعلوه نظاما أردنا لبناننا نافزا فجعلوه نوعا أي صف حكام هذا وأي صنف زعماء هذا أنا لا أرى اليوم مبادرة لخلاص ولا أرى صيغة للرفاق إلا فيك أيها الطالب لأن في لبنان والحمد لله لا زال المرء يستطيع أن ينجح دون أن يكذب أن يقتني دون أن يسرق وأن يصبح زعيما دون أن يقتل فاجعلوه رهانك لأن لبنان يستحق الرهان ووسط الأسهم النارية سلمت الوزيرة الصلح الشهادات للخرجين وتسلمت درعا تقديرية بحضور الأساتذة وأهالي الطلب أهلا بكم من جديد تظاهرات في السعودية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين يواكبها الناشطون على تويتر وأخبار أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل إبراهيم تسوئي على تويتر أعلن ناشطين سعوديين اليوم عن أن السلطات السعودية أطلقت سراح ناهس المطيري يلي كان معتقل لمدة تسع سنوات بالمملكة تعسفيا من دون ما يخضع لأي محاكمة الخبر أكدوا أحد مؤسسي الجمعية الحقوق المدنية والسياسية بالسعودي محمد القحطاني وكان ناشطين سعوديين أعلنوا على تويتر أن المملكة شهدت تجمعات وتظاهرات لأطلاق سراح المعتقلين بسبب مطالبتهم للإصلاح ورفضا للفساد على فيسبوك اليوم أكتر صورة كانت محل تداول محليا بلبنان هي من التظاهر اللي دعا لإلى الأساتيزي والموظفين وانطلقت من الأونسكو وصولا للسرايا الحكومة الصورة لطأطى الزميل المصور حسين بيضون وكان هناك تعليقات بالجملة متضامنة مع حق الأساتيزي والموظفين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وأخيرا على يوتيوب مبارح كان من المقرر أن المغامر النمساوي فليكس بوم جارتنر يقفز من الفضاء على علو 37 كيلومات ويخرق جدار الصوت بجسده ولكن القفز ألغيت باللحظات الأخيرة وكان من المفترض أنه تم مشاهدة هذه القفز مباشرة على يوتيوب وبلغ متتبعي الحدث بلحظته أكثر من مليون ومئة واربعة وخمسين ألف مشاهد وهو رأم إياسي يسجل على هالموقع لمشاهدة فيديو لايف مباشر مع هذا الخبر نوصل لختم فقرتنا لليوم في وقفتنا الفنية البوبستار رامي عياش جسد جبران بصورة مميزة عكست قيمة العمل الفني المميز فماذا يقول عنه وعن مشاركته في ماراتون بيروت غمرني تعيش سكنني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك معك برتاح معك ما بخاف الفيدباك كان كتير قوي على الفيديو كليب يعني بيومين ما عم بتلحق تهاني وما عم بتلحق أطراء من المعجبين الحمدلله بعتقد كانوا ناطرين هيك من بعد مجنون كانوا ناطرين هيك كليب بيكون كمان بمستوى راقي وحلو وما عيدنا ندسابوينتم يعني بعتقد كان على قدمة هني ناطرين الحمدلله كليب جبران طلع بطريقة كلاسيكية والفكرة فكرتي أنه هي يكون فيه باليدانس ويكون فيه باليرينا جايبين من بره هي ورأس كتير محترفين يعني وصورناهم بطريقة كتير حلوة وأنجي يشتغل الشغلي كتير حلو خلنا نحكي عن أغنية جبران هيدا الأغنية اللي بالفعل جديدة من كل المأيس إن كان اللحن إن كان الكلام أو حتى إن كان أذائك كتبتها طبعا كاترين معوض ووزع داني حلو واشتغلنا كتير وركزنا كتير عليها لأنها صعبة الغنية شادي مش سهلة يعني فيها مقامات وفيها سرعات وفيها طبقات صعبة وفي ناس قالوا إنه مثلا هاي الغنية طب فيها كتير إنه استعراض فيها استعراض ما فيها استعراض بالنسبة لي طب إذا غنية لحنة هايك وأنا بقولها ما غنات من بعدها التفاحة التفاحة شو كلها ثلاث نوتاتي مش هالفوضوع المهم بس إنه حسب ما الغنية بتتطلب مني بقى ديها وبح البك متل مجنون متل الرسام عم لوينك وبحبك متل مفتون متل جبران أم oweكتهبك وبحبك متل مجنون متل رسام عم لوينك وبحبك متل مفتون متل جبران أم pow seguinteeبك متل نحات متل sad مشاركتك في 11 شهر تأكدت بماراتون بيروت كيف بتشجع الناس بأن تشارك خصوصا بأنه هدفك هو من وراء المشاركة مش بس رياضي إنما أيضا إنساني لأنه جمعية عياش للطفولة هي اللي راح تكون موجودة هي المشاركة مش بإسمي أنا بس كفنان يعني كرامي عياش كساحب جمعية خيرية كل جاي يركض معنا كلنا لكي أنا أو جمعيتي أو الماراتون بشكل عام هيدا الكوس طبعه خيري بتمنى من كل العالم أنه يشاركوا بيهمك لقب سفير النواية الحسنة؟ أنا سفير للنواية الحسنة أخدت اللقب ولا ما أخدته أنا بحس حالي من جوا سفير لازم يستفزوك بأنه في فنانين بيحملوا لقب سفراء النواية الحسنة وما بيقوموا بأي عمل إنساني بوقت مثلا شفنا أنجلينا جولي كيف هي هي نجوميتها بتفوق نجوميتهم وحاملة هيدا اللقب وإجت على لبنان عامت بالواجب يعني أعطيت المثل الكبير يلي هو يعني أنجلينا جولي وعب تعمل بكل هال اكتيفتيز هيدا بتمنى يصيروا مثلها راح تنتخب بالألفان وثلاث عش انتخب شو مين تنتخب بالانتخابات النيابية يعني صوتك هلأ إذا أنا شخصية ما انتخبت أهلي بانتخبه يعني أكيد أنا إجمالا ما بانتخب يعني بحيتي ما انتخبت بس أهلي بينتخبوا بس أنت كمواطن يعني ما في عندك وجهة نظر أو رؤية بدك من خلال صوتك تفرجيها نحكي وختم النشرة مع لقطة اليوم هذا الفرحة ربما بدأ يعني سودها القليل من الحدر وذلك شفاية بينك شفاية بينك وذلك نتيجة يا حجي بدأ يفرج عن أحد المخطوفيين نعم داليا إذا كنت أقول بأن هذه الفرحة التي سودها القليل من الحدر وذلك نتيجة التأخير الذي أيضا أريد أن أنقل داليا بعض الأجواء وتحديدا في هذا هو مدخل منزل الحاج عود إبراهيم وسنقوم بنقل بعض المشاهد للتحضيرات هذه هي التحضيرات والآن نبقى مع الجولة اليومية على أبرز عنوين الصحف والبداية مع النهار عرض قوى النقبي والحكومة محشورة بالتمويل التعينات القضائية تمر فوق رؤوس المنفردين سليمان يرفض التمديد ويتعهد إحالة قانون الانتخاب على المجلس الدستوري السنيورة يحذر المسؤولين من خطورة تعريض حزب الله لبنان للمخاطر تركيا صادرت شحنة مشبوهة من طائرة سورية جنود أمريكيون بالأردن يراقبون الأسلحة الكيميائية العاهل الأردني كلف النسور تأليف حكومة تشرف على الانتخابات من عنوين السفير التعينات أخيرا تسوية ترضي السياسيين ولا تغضب القضاء مبارزة السلسلة الشارع يربح جولة والحكومة تربح الوقت الإبراهيم في جدة وقوة أمريكية في الأردن تركيا تنقل التوتر مع سوريا إلى الجو موسكو وبغداد تتفقان حول سوريا المالك يهاجم تركيا وقحة إسرائيل والانتخابات المبكرة القوى السياسية تستل سيوفها من عنوين صحيفة الأخبار الشارع يتحرك والسلسلة في أدراج ميقاتي قوات أمريكية في الأردن أشباح البيكادلي الأحزاب الإسرائيلية تستعد الانتخابات المبكرة ونتنياهو يخشى عودة أولمرت فيديو مسرب للغنوشي علينا السيطرة على الجيش والاقتصاد والإعلام خامنئي قادرون على تجاوز العقوبات ووكالة الطاقة تنفي نية أمان زيارة طهران وفي تحقيق الأخبار السقر التائه من عنوين الأنوار تهديد المتظاهرين بشل البلد يضع الحكومة في موقف الدفاع سليمان يعلن رفضه التمديد جون فهد رئيسا لمجلس القضاء وحاتم ماضي مدعيا عاما تمييزيا تركيا تصادر شحنة مشبوهة على طائرة سورية أجبرتها على الهبوط مواجهات حمص مستمرة والمعارضة تتصدى لتعزيزات إلى معارة النعمان الغنوشي للسلفيين الجيش التنسي ليس معنا وقد نخسر المكاسب إسرائيل تعتقل قاضي قضاة فلسطين بعد تصديه لعملية تهويد في الخليل دول عربية تواجه مخاطر أزمة غذائية ننتقل إلى عنوين الديار طلاب سوريون يشتبكون مع أصليين وحوادث ومشاكل في الجامعة اللبنانية المشاكل تتصاعد داخل الجامعة واستضام قد يقع بين المؤيدين والأصليين أخيرا فكت الحكومة عقدة التعيينات القضاء ومراكز أخرى تم التعيين فيها إضراب الأساتذة يزعج رئيس الحكومة مقاتلات تركية تنزل طائرة سورية في أنقرة سليمان سأحيل قانون الانتخاب على المجلس الدستوري من أبرز عنوين المستقبل الأخضر الإبراهيمي في جدة والمجلس الوطني يعتزم مقاضات حكومات وأحزاب ساندت نظام الأسد تركيا تجبر طائرة مدنية سورية على الهبوط وتصادر حمولتها العسكرية حديث قضائي عن إجراءات تلحق شعبان بمملوك كرة ثلج نقابية في مواجهة الحكومة محاولة اغتيال سيارة عون في سيدة حصلت في ترابلوس قبل شهرين جمع 120 توقيعا نيابيا لاستجواب أحمد نيجاد بسبب تدهور الاقتصاد خامنئ يحذر من انقسامات في الحكومة بفعل هبوط الريال عذات البابا بالعربية أيضا من أبرز عنوين صحيفة البناء قرصنة تركية ضد طائرة مدنية سورية حمص محافظة آمنة قريبا وتطهير حلب يتواصل فهد رئيسا للقضاء الأعلى وماضي مدعيا عاما تمييزيا وتعينات إدارية سليمان يرفض تمديد ولايته ومقاطي يؤكد عدم العودة إلى الستين مفعيل مقتل بن شعبان مستمر مواجهات عنيفة بين ميليشيات في بني وليد الليبية بوتن يؤكد تطابق مواقف روسيا والعراق في القضايا الإقليمية والعالمية المالكي تصرفات تركيا حيال سوريا وقحة من عنوين اللواء السنيورة لبر وقبلان تورط حزب الله في سوريا عسكريا ينذر بالفتنة الكبرى جبل التعينات يتزحزح والخطاب النقبي يعيد السلسلة إلى الجلجلة القضاء خارج سليمان وعون وحصتان لبر ومقاطي في التفتيش ومعرض طرابلس العريض هدر مليار ونصف مليار دولار سنويا في المرفأ المقاتلات التركية تصادر حمولة مشبوهة من طائرة سورية معارك طاحنة للسيطرة على طريق حلب والإبراهيم في جدة رومني يتقدم أوباما للمرة الأولى في صدى البلد سليمان لن يمدد وقانون الانتخاب في مهب التجاذبات مفاجأة كبيرة في ملف المخطفين قريبا وعن تظاهرة هيئة التنصيق النقابية بالأمس كتبت البلد ثمن السلسلة سيدة اجتماعات الدوحة تمهد لتشكيل حكومة انتقالية خامني يثمن صمود إيران ننتقل إلى الجمهورية تعينات قضائية ورقبية ولا نية لسليمان للتمديد واعتداء لا أخلاقي على ميش الدياق الحكومة تتجاهل حقوق المتظاهرين زوار واشنطن رئيس الجمهورية المقبل توافقي ما هي مهمات العسكريين الأمريكيين في الأردن في الحياة تركيا تفتش طائرة سورية قادمة من موسكو دمشق تتوقع إعلان حمص وريف العاصمة مناطق آمنة خلال أيام سيدة اجتماعات الدوحة لتوحيد الصفوف تمهيدا لحكومة انتقالية جيش نظام يخوض معارك عنيفة لإبقاء طريق إمداداته إلى حلب أولاند يزور السعودية في مطلع تشرين الثاني إضراب وتظاهرة للموظفين والمعالمين وتسوية تفرج عن ملف التعينات الجميل للحياة هناك قدم للجغرافيا والسيادة وحزب الله قد يسيطر على لبنان بحجة المقاومة رومني ينتزع الصدارة في السباق وأوباما في دائرة الخطر لضعف أدائه ختاما مع عنوين الشرق الأوسط كلينتون قلق والأفراف يدعو دمشق وأنقرة لفتح قناة اتصال بانتا يؤكد وجود عسكريين أمريكيين في الأردن وعمان تنفي تركيا تحذر سوريا من رد قاسن والمالك يتهمها بالصفاقة خامنئي العقوبات الغربية وأخطاء الحكومة وراء تقلبات العملة تهران تكذب أعلامها وتنفي نية خفض علاقاتها مع الإمارات أتقن العربية واعتنق الإسلام وتغلغل في القاعدة عميل دنماركي قاد السي آي آي إلى العولقي وختاما نذكر بعناوين النشرة تركيا تجبر طائرة سورية على الغبوط مشيل سليمان لا يمدد وعن السلاح وكل سلاح يستعمل في الداخل يصبح سلاح السلاح يجب نزعه مجلس الوزراء قرى التعينات القضائية وأرجع السلسلة ختم النشرة شكرا وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى